أهلاً بكم، اليوم قد نتكلموا على المعجزات الصحية دي الحب الرشاد فوائد حب الرشاد عديدة، هاتشي علاج الخبراء دي التغذية كينصحونا أننا نتناولوه ضمن الوجبات الرئيسية اللي كتتقدم على مدار اليوم وهو كيتعتبر من الحبوب الغنية بمعظم العناصر الغدائية حيث كيحتوي على الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، اليود، منغنيز، فيتامينات، سي، وألف، وباء واحد، وباء اثنان، وأه ومن بين الفوائد دي الحب الرشاد أنه كيقوي المناعة وكيحارب السرطان، كيعالج مشاكل البشرة، كيحمي من ارتفاع السكر والضغط بالدم كيقوي العظام، كيحافظ على صحة الشرايين والأوعية الدموية، كيفتت الحصوات دي الكيلي وكيترد الغازات كيساعد في إدابة البلغم وكيعزز صحة الجهاز التنفسي، كما أنه كيساعد في الإقلاع عن التدخين رغم الفوائد الصحية العديدة لحب الرشاد، إلا أن الجرعة المسموح بها ملعقة واحدة يوميا لمدة شهر، ليس أكثر لأن الاكثار من تناوله يقدر يتسبب في مخاطر عديدة بحال، انخفاض مستوى السكر بالدم بشكل خطير انخفاض ضغط الدم بما يسبب الهبوط المفاجئ وكيخفض مستوى البوتاسيوم بالدم أما بالنسبة لنساء الحوامل، فلا يجوز تناول حب الرشاد لأنه يقدر يسبب الطلق المبكر وتقلصات الرحم والإجهاد اشتركوا في القناة